لكل المتابعين يلي عم بيتابعوا دايما يومنا الجديد من جدد تحياتنا لألكم ويما كنتوا عم بيتابعونا بلبنين وبكل أنحاء العالم ختامة مسك وبس نقول مسك يعني مع باتريك خليل وكريتيك مع باتريك ما بيخلي أي حدث يمرق لما بيخبرنا عنه بالتفاصيل وبالتفاصيل الحلوة يلي كلكم تنطروا أصدقائنا المشاهدين بسرني رحب باتريك خليل يلي موجود معنا بالستوديوهات يومنا الجديد صباح الخير باتريك مرحبا سحر كيفيك برافو عرف اسمي برافو أنا اللي بدك تقوله هاك وحيات الله اللي بدك تقوله هاك معقولة أنا أنسى اسميك سحر مثلا معقولة يه سترجي سترجي اهلا وسهلا بيك باتريك بس بدي بلش شو هالألوان الحلوة مرسي كتير روعة يعني الألوان القوية الكوراي الأورانج هالألوان النري كتير بتلبقليك وكتير درجة هلا بالصيف يعني أنت عم تسبق المودة مرسي لألك باتريك مرسي على كل الأفور عن جد أنا بدي أقولها يعني يعني باتريك بيعمل الأفور معنا كتير كبير وغير الأفور يلي بيعملوا لما بيكون عم بيعمل ستش وعم بيحضر للحدث أوقات ما بينام كل الليل لأنه عم بيحضر فألك أخلص التحيات تعجب وبرافو برافو برافو أنا كمان بشكر ربي أنه دايماً منطلع سوا بكون ناشحي وبعرف اسمك من وقت لوقت ايه خبرنا اليوم عن شو بدنا نحكي رح تروح لدبي صح اليوم رح نحكي عن الميراكس في كتير إطلالات وإطلالات مع بي ورح نحكي عن كل إطلالة تفصيلاً ونحكي بكل التفاصيل تنعطي كل معلومة عن الإطلالة كيف كانت ممكن كانت تكون أجمل كيف كانت ممكن تكون أحلى لو شلنا مثلاً شوز لو شلنا جوليري لو الشعر كان أصبط يعني رح نحكي بالتفصيل 100% بدنا نعمل كونكت لأن الصور نعمل كونكت بعد ما بيّنوا الصور وأكيدة بدنا نوعد أصدقائنا المشاهدين بحلقة مثلينة ومشوقة لأنه كل استرات يلي نحن نحبون ومنتبعون رح يظهروا تباعاً ورح يخبرنا عنهم باتريك ماشي الحال باتريك سويني وسنكون مع الحدث بشي الحال بعد لكن هلأ بدنا نحكي عن الميوركس دور يعني نعمل السنة استثنائياً بـ دوباي هي فرس اديشن عم تنعمل بـ دوباي كل الإيفنتات تقريباً عم بيرجع يطلوا من دوباي بس ما بخاف ليش عم تتسمى انترناشنال وهي مانا انترناشنال يعني دوباي بعيدة من هون من لبنان قدية بعيدة ساعة ونص بالتيارة دوباي أربع ساعات أربع ساعات برضو مصرنا انترناشنال ما عم بفهم هل الوهم اللي عم يوهمونا فيه نحنا كتير منهم نبسط لما اللبنانيين وين ما كانوا يكونوا بأفريقيا بعمريكا بفرنسا بس دوباي دوباي بتعقد ودوباي بتجنن ورائعة وحاضنة اللبنانية بس إذا عملنا إيفنت بدوباي يعني صار انترناشنال ومش إذا جبنا نجوم من تركيا أو من بلد مجاور للبنان يعني صارنا انترناشنال مع احترامة للكل بيعقدوا بجننوا ويمكن لو ما هنه ما كنا عملنا حلقة ما كنا حكينا عن إطلالتهم بس بلس ما توهموا العالم انترناشنال وانترناشنال كمان هادي كنت حابب واضحة واستفزتني شوي لانو كنت ناطل بدي شوف مين جاي جاي لو بيونسا مين الفنانين اللي جايين وإذ كلا الناس منعرفون ونفس الوجوه يمكن فيه كم اسم هيك دقوا بالعالمية أو كان عنده نجاح هو بس ردوان اللي هو بروديوسر وبيعمل لبيونسا ولجايو يمكن الوحيد اللي بحق له ينقل عنه انترناشنال بس الباقة ما بقى لأبدا هادي اقتضى التوضيح صح من باشر مع صور باتريك بلش مع نادين نجام نعم نحن بلش مع نادين نجام للوهل الأولى لما بلشوا اذا بدك الفانس او بعض الوسائل يفرجوا اذا بدك اللوك تبعا نادين انا شفت اللوك هيك بس شفنا اللوك هيك قريب انا قلت قو نادين نجام بيضتها ورحنا على شي سيمبل لأول مرة سيمبل بمعنى مش فستان مشكوك من فوق لتحت سحر لانه بتعرفين انه قطعت بكذا اطلالة وراء بعض بعدة ايفنتات كان كله شك من فوق لتحت واذا شفنا الفستان عنه بعيد وطلت على المسرح شفنا انه في كتير ديتيلز يعني في عنا ريش من تحت وريش امبري يعني بيبلش اسود بيصير كحلة مع لون ارمادة مثل ما عم تشوفي سحر قداما على السكرين بعدين في عنا السكاربين اللي هي كلها كلها مرصعة بالاحجار وفي عنا الاحجار من فوق وفي عنا كمان العقد اللي هو كمان ضارب شوي بين الخضر والزراء وفي طبعا الستونس او الاحجار المحطوطة على الفستان فازا ستيتمنت 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 يعني كله قوي 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 إذا بناخد كل شكل لحاله كانت طلعت حلوة يعني الفستان لو كان اسود كله من تحت وده بالقارض اكيد كان احلى يعني بلا ما تبين الشوز بلا ابدا ما تبين الشوز هلأ لو كان الفستان اسير واسود وهي مثلا باعشا حب تتحط معه هيدا الشوز اكيد بلا ما يكون في ريش كنا بلنا شوي الشوز ولكن الشوز مع الريش مع الستونس من فوق مع الكلوفز الكفازات مع الجوليري نون عجأت شوي عجأت شوي هلأ خلينا نشوف فيديو اكيد اكيد ساعتها بالفيديو ببين كيف نحنا شفنا بالأول اللوك وبعدين كيف لكن من فوق شو احلى يعني لو ما شفنا الريش وما شفنا طول الفستان لكن من فوق الدبيو حيلك هوليوود جلام مثل ايام زمان مثل نجمات هوليوود ذكرتني كتير بغريتا غاربو ذكرتني بهندرستوم من مصر ذكرتني حتى بالأسطورة صباحلة كانت تلبس كتير هيدا النوع من الفساطين ساعة باتريك هلأ شفنا نحنا الشك تحت الصدر بشوي هل كان ضروري نحط عقده اسوارة علما انه فيه شك تحت الصدر يعني هل الشك تحت الصدر مش كافي انه الواحد بس يمكن يحط حلق مهضمين حسنا هي اعتمدت لوك مع لي مروز هتتذكر مع لي مروز كتير عملت هذا لوك انه غلوفز فوقه في جوليري وكتير من الفنانين عملوه بس عملته فرسيون على فستان اسود مش غلط ولكن كله مع بعضه كله مع بعضه صار طو ماتش صار كتير اوفر يعني عرفته مع انه اول ما شفت الفيديو اول ما شفت هيك بعض الصور ما كنا عم نشوف كل التفاصيل قلنا انه عن جاد نادين هالمرة بيضتها وراحت على شي هيك دفرنت عن الاطلال حتى هي ما كتير تلبس اسود نحنا قلنا اوكي اسود مع حجار مع الكفازات عطت هيد الهوليوود اللي منشوفه بالافلام القديمة واللي كتير من الفنانات هلأ يعني ان كانت جانيفر لوباز ان كان كاميلا كابيو ان كان سالانا جوماز اعتمدوا هيدا اللوك اللي بيشبه اذا بدك لعملتو نادين اللي هو الرترو بس بطريقة مودر بس هون شو بتفرق البالنس يعني تعرف التعامل التوازن بالقطع مضبوط بين كل شي بين الشعر والمجوهرات وانت معكي حق مثل ما قلت يعني اليوم اذا انت اليوم صحة راحة عارس ما فيك تحط هلقات كمية من المجوهرات هلأ هي مسموحة له لانه هي بالاخير نجمة وعم تطلع على ستيج صحيح هلأ كمان هيدا الشي بيطلع احلى بتابلو اذا فنانة بتغنعوا بكليب او بتصوير بيطلع اكيد اجمل بعد شي شي بدت تخبرنا عن نديم لا بالعكس هلأ انا بالنسبة لقلي الابر بارت كان كتير حلو والرترو بس في شي صار مع كل الفنانات حتى مع بل إيس اللي هلأ رح نحكي عنا انه بد يكون كان في كتير رتوبة وقت وصلوا على كانوا بعقدوا بعد ساعتين يعني وتشفونا على الريدكار بتاع الساعة ستة لكننا حضرنا الحفل كان شوي شعر صار مش منيح مع كل تقريبا يعني خلينا نقول 70% من النجمات اكيدوا هذا شي طبيعي لأنه وقت عن جد وقدي قدي سائلة انه بتكون ستار مضبط حالة على الآخر وشعره بيجننه لأنه في حطوبة وما فيهم كل الوقت يمكن يروا بتو شعرهم يمكن عبالهم يغيروا يعني مثلا نادين كتير من القوات كانت عم تربط شعره أنا حبيت شعره بالأول كيف كان الرترو الحلو والبقلة كتير والرترو كتير بالبقلة بتذكر وقت مرة طلعت مع هشام حداد على حلقة ميلادية وكانت لابسة فستان سيلبر كانت عام لرترو مع حمراء قوية كل شي رترو بالبقلة نادين بالبقلة بالبقلة بالمتيس هلأ خيرنا نروح على البلئيس اللي أطلت بفستان أسود فستان كان كله عم يلمع من فوق لتحب رح أقرب شوي بس تفرجي يكون نوعية لقماشي بتشبه شوي البايات نوع من البايات خليني أقول هلأ رح أبرك شغالة عن بالإيس أنا شخصيا كتير بحب إداهية بتنوع وكتير اكتف وكل جمعة عندها إفانتز نهار بتكون بعرس نهار بتكون بتصوير نهار بتكون عم تصور فيديو كليب يعني إنسانة ناشيطة فنانة ناشيطة وما عم بتضيع وقت يعني وبتحسها عم تتبع نهج برا أنه تغير بس إذا أنا بدي أحكي بدي أكون كتير هيك استريكت وعم بحكي الأمور مثل ما هي هل هيدا الاختيار لهيك حدث يعني أول شي الحدث كتير نعمل له دعاية وعم بي نعمل بدبي على مسرحة هيوتش ما بعفز إذا شفت مسرح كان كتير كبير كيفت مقتطفات ومبين المسرحة كبير كبير والإيضاء واللات سكرينز ومعمول بأوتال سوبر سوبر حلو حسيت أغلبية النجمات بأيامهم يعني بالحفلات العادية كانوا عمليين أفورت أكتر كان فيه مجهود أكتر خاصة بالقيس يعني بالقيس أطلت بعدة إطلالات من جمعتين لليوم بتلاقي أنه نفسة قصص أحلى أفخم ما معنات أنه هذا فسطان أنا ما في نقول عن هذا الفسطان من أنه حلو بس يا هل ترى لا هي مش بس عم تتكرم عم تاخد جائزة مش تطالها تقدم جائزة فيه فرق أوكي هل يا ترى هذا الفسطان المناسب الواو اللي رح نحكي عنه دايما اللي ما رح نشيله من ذكرتنا وخاصة أن هي غنت بأعراس أنه العرس مش أهم من جائزة أنت عم تخديها صح؟ صح هلأ خطوط فوق الفسطان اللي هو بلت ان بالفسطان أنا شخصيا ما بحب هيدا النوع من من الديزاين سعال الفسطان لأنه بصير بحس متل كأنه واحد عم بيدور حد الصدر يعني شوفوا ياس الصدر قديا معمول وهذا شي شفناه كتير عند مادونا نجمة العالمية الأجنبية كانت كتير تلبس هكي أصص بس أصص أكتر أوفر أوكي خلينا شوف هون مبين أكتر إذا بدك الفابريك واللمعة وأنا كنت أفضل بدل ما يكون صحر لأبة مبرومة برم كنت أفضلها تكون هاينة يعني تكون أعلى لأنه هيدا البرم هيك بتاعت شوي لك شوي خطيرة أوكي أوكي الميك أب كان كتير باهت على عينيها الحمراء الأحمر كانت لصالحة الشعر كمان وقت أطلعت عن المسرح ما عدنا فهمينين شو صغير بالشعر أشرت الشعر والغرة ما كانت زابطة أبدا خلينا نشوف في فيديو أكيد خلينا نشوف الفيديو سوا وهيكي نشوف مظبوط كيف كان مبين الفستان أوكي من فوق لحظت قدام بينا ضعيفة وقدا عرضت فجأة على الأرداف يعني أدبع فوق كتير دي وأدبع فوق كتير مرسوم رسم برز الأرداف هلأ في ناس بتحب هيك أنا ما عبول إذا غلط أو مش غلط ولكن أنا بالنسبة لأيلي ما أنه أجمل فستان لبسته بالقيس وخاصة أنه كتير بتغير وكتير أطعت بإطلالة تحكينا عننا خاصة مرة أطعت بفستان لون الكوراي الأورنج الناري وكانت عاملة شعرع مع شقار ورفعت وشوي مثل جيلو كان كتير طالع بتعقد هيدا الإطلالة ما فيه إنسية من إطلالة بلئيس نعم منتابع معنا جميتنا الحلوين صح أنا بلئي لال كانت عام بتقدم جايزة ما كانت هي الهوست كانت عام بتقدم جايزة بالنسبة لأيلي كانت لابسة فستانة مرتب من ناحية الخياطة فكرة واحدة من فوق لتحد الفابريك كتير بنجاح لأطلالة اللون كان كتير فاد كان كتير بارد على جسمها كان كتير فاتح فاتح مع لون بشارتها ومنعرف أنه أنا بلئ ألوان الباج ما بتلبق الأبيض بالبال أكتر من الباج لأنه الأبيض قوي أقوى من الباج الباج صح هلأ خلينا نشوف فيديو ونعلق أكتر وبيبين أكتر الشيء اللي أنا عم بحكي عنها لك كيف ضارب على باج عرمادة عرمادة كمان هو منو عرمادة حسب الإضاءة هو باج مع دوري مشكلة أنه اللون بتغير حسب الإضاءة صح بس برضو هالبالات مش لعنا بلا لكن هون بيان لونه الحقيقي فستان كتير حلو كتير راكي الكيب بعقد حتى اللي اخترته حلو شعراتها يعني هي ما مفروض كان تعمل أكتر من هيك لأنه هي عم تسلم جايزة ولكن ياريت اللون كان غير نعم يعني لو كان أقوى اللون كان أكيد عطى أحلى على إفي أكتر صح على بشارتها لعنا بلا من روح سريعا يمكن لأن كمانا هي شعرة وبيضة صح وعناية زرق هي أحلى لون لعنا بلا دايماً النيلة والأخضر لأنه شفناهن عليها ب وشفنا أنه وعندما كانت عم تلبس ألوان قوية فوشية نيلة أخضر أحمر كتير بيعطي كنت عم تضوي أكتر صح هلأ خلينا نشوف ماجي أبو غسن وأطلت بفستان فخم فخم من ناحية لقماشي فخم من ناحية الشك إنما أنا محل ماجي هذا الفستان ما بيختاره لهذا الإفنت ليش عوشي مش هي عم تستلم الجيزة هي عم تقدم الجيزة ثانياً ما صلنا زمان شايفينا بفستان بيشبه هذا الفستان من ناحية الشك يعني هي لبسة فستان الكحلة اللي كان بيعقد كمان بالميراكس دور مش من زمان من كم شهر ونفس نفس الفكرة يعني فينا نقول سام كاتيجوري من هذا الفستان نفس العيلة أوكي لجسمة كتير حلو وعلماً أنه الشقة اللي تحت مع الشقة اللي فوق هيك متضربين مع بعض وبيحملوا كانوا على جسم أطول بس ما فينا انكر أنه شكل حلو بس كمان الباج كمان الباج هيك سبحان الله هاي التونالي التام للباج دغري بيضرب رازك على أم عروس على شبينة حسيت أنه أنت طلع تعطي جايزة لجوزك كراب لكن يمكن لو نبس فستان شيف كانوا قالوا يي ولو عم بتقدم هي الجايزة لجوزة لما لبس فستان أفخم لما كان في شك فيه يكون فستان نشف ويكون بعقد ويكون باللون وبالأماش وبالخياط يعني ما خلية الدني في فستين بتاخد العقل عرفته حتى يعني من نفس الدار اللي بستنا عنده دار البرجوازية عندهم قصص بتاخد العقل عندهم فستان اللي بسته نوال الزروي الفوشيا الحرير من الفستين اللي كتير ضجوا على السوشيال ميديا وكتير كان حلو كافية تلبس هذا النمط كان بالنسبة لأي مور دان اف يعني ما فينا نحن نكون ديفا كل الوقت صحر بدنا نفهم انه عوقات منمحي حالنا شوي وبس يكون اليفانت لألنا الفيديو مبين اكتر اذا بدك ما مبين لتخصور اللي شفناه على الفوتوشوب وهذا شي واضح انا بالنسبة لألي ما انه افضل لون على ماجي بوغسن هيدا اللون شوي هيك بيعطي في ايو شوي بس ما فينا ننكر انه اللقماشة وفخامة الشك اطعم رتبه اطعم رتبه بس معك حق انه ديما بتفضلنا نظرنا انه هيدا القوين بتخطير شوي لانه شعره كتير طويل وانا ديما بقول انه ماجي بوغسن ما لازم يطولوا لها شعره يعني ما في لزوم هالأد بحبه اكتر وقت يكون شعره ميل على الميديوم لانكس يعني طول المتوسط او العصير العصير كتير بيلبقلك ما يكون كتير طويل لانه هي بيلبقلك نحنا لانه شفناها انا فينا فينا قليك سحر عملي هيك بركي بيلبقلك بس ما نحنا شايفين هيك وهيك صح حرفت يعني شايفينها بالقصير وشايفينها بالطويل كان كسر شوي لو عملت شعره فنكي أوت لك مثلا ما كتير في فوليوم كان كسر شوي اذا بدك الكتير انه انا شيكة وديفة بهذا نهار اوكي اوكي هون عم نشوف داليدا خليل ممثلة واكيد اللون الاخضر من الالوان اللي نحنا كتير من حبة على اي فنان صح هول اخضر رائع صح هلا انا اعتراضي على اللقماشة يعني هاي اللقماشة كمان داليدا عم بتسلم جايزة اوكي رح حكي كتير عن داليدا وفسر مضبوط هاي اللقماشة شوي منا جديدة بتقوله منك تتفرج معي تتشوفي منا جديدة هاي دالقماشة يعني شوي بتحسيها استهلكت كتير يعني اليوم داليدا كمان عم بتقدم جايزة كنت بحب انها تطلع بفستان او باوتفت او بجامسوت داليدا بعدها صغيرة بالعمر ما بحب شوفها دايما كمان من هؤدول المزبطين وعلى الليبرا وفستان قوت كوتور لا كان مسموح لها بمعنى عم تقدم جايزة تلبس يعني الكاجول شيك مبدو الكاجول او مثلا جامسوت حلو كان حلو انها تروح على هيدا النمط انما ما فينا انكر انه اللون حلو على شكل جسمة طالة حلو بس الشورت الاسود نزع عدنا كله وخاصة لما طلعت على المسرع كان في ميلة قصيرة ميلة طويلة لو تبطن بلون اللحم متل ما شايف لايك يعني لو تبطن متل لايك لايك الشورت شو بشع واصم لجسمة صح وانا برأيي ما كان لازم يكون في بطانة سودة يعني هو هيك حدث مفروض الواحد يلبو الشورت تقطع ان الواحد يلبو الشورت وانا عمل كتير فساطين وتبطنوا بشورت يعني لا بس كتير بس بهك مع هيك فسطان مش حلو ما حلو ابدا على انا حبيت كيف انه راحت على شعر سمبل والميك أب سمبل ما قوت الشعر والميك أب بس سبحان الله بس تطلع بضليدة عندها جمال اوروبا بحب شوفها بستيل اوروبا عاكس غيرها اوكي يعني هيك فسطان كان حلو تلسو بالقيس مثلا لانه بالقيس عم تتكرم هي جايزة لقلة بينما هون داليدا طلع هي تكرم حدا كنت بحب شوفها بشي تاني مثل ما قلنا بدل البطانة السودة وبطل الشورت الأسود كان لازم يتبطن على قد هالفصحة اللي عم نقشع فيها اجريال بلون اللحم كانت طلع أجمل اكيد اوكي ومن تابع معستريتين اوكي 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 هالمخرج هي من وراه هي فتحت له مجال هي من وراها عمل الكليب وسقد فيه يعني كان أول الكليب لقلو بقى كان بسوا تطلع تغني غنيتها لفكير ناس حبوها تعمل تغيرنا شوالا لانه البرفومنس كلهم كانوا بورنج يعني حتى في فنانين ما كملوا أغانيون ما كملوا غنوا واخر مثلا ديئة من الغنية فلوا عن المسرح اوكي اوكي هون منتقل عند أحلام نجمة أحلام اللي أطلت بفستان لون تيفاني هاوكي كان عبيعطي لون آيس بلو يعني لون الأزرق السماوي وهاوكي عبيعطي كان هيدا اللون اللي عم شوفه بالصورة احترنا حسب الإضاءة غلق جديد لقلو سحر يعني هيدا النمط كان جديد لأحلام وحلو أنه عم بتغير بس ما أنه بنفس الفخيمة اللي كانت عم بتطلع علينا فيها على السوشيال ميديا وكل جمعة تلبس فسطان فخم 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 حسيت أنه ما بعرف إذا حب تتغير ولا ما عابلها تعمل أكتر من هيك ما بعرف بس اتفجأت بكم حدا أنه إلهم بالعادة يتقلوا علينا نشوف هون الفسطان حتى الشاك تبع الفسطان معمول من البايات العقد أكيد ما فيه لزوم ما لازم أبدا كان يكون بس دائما أحلام بتصر أنه تحط الجوليري فوق الجوليري فوق الجوليري فوق الجوليري شفتي هون مبين لونه على زرق نحسته آيس بلو هون طالع أنا برأي من فوق كان حلو لأنه شدد الله الكورساج كان حلو ولكن فلشة الفسطان ما كانت مية بالمية موفعة لأنه بتعطي فوليوم بتنصح الآي لين حلو بضعف أوقات يعني إذا فيه سيدة عنده امتلاءات على البطن أو على الأرداف بضعف بس هو جمال الفسطان أنا بالنسبة لي بالإيدان وبالكورساج يعني ميلة فوق بس طبعا بلى العقد اللي جاي لأنه الصدر عالي لو الصدر مقور فيها تحط نوع من العقد بس مش هيدا هون عم شوفه وقتها فاتت هلأ الفسطان من تحت لبارتي بتحت نية باتريك بنصح إذا كان هلأدي بيئاتي لا 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 مش مقصوص بشكل مزموم ما هو مزموم مثل البرادة اللي ينصح مقصوص كلوش وشيز فاين كتير منيح ولكن أكيد نرجع منقول أكيد هي ضعفانة وأكيد جسمها صار أحلى وأكيد إطلالتها كانت مرتبة بس دايما بالصور عم نشوف فوتوشوب يعني بالفيديو عم بيكون شي ولكل ولكل استرات كلو عم بيعمل فوتوشوب وشعره بالأول كان بعقد أول ما وصل ولكن بعدين كمان انتزع ما عدنا فهمينين والميك أب طبعه كمان كان كتير قوي يعني وقتا كانوا عم بيعملوا كلوز أب على الفنانين وقتا عم بيحكوا كتير كان عم بيبين قوي عند كتير نجمة باتريك هو بس النجمة تكون لابسة فاتح ما لازم تقوي الميك أب طبعا مش ما لازم تقوي هي كانت لابسة على أخضر أو على زراء كان عملينا ميك أب على بيربل وقوي كان بيربل مع زهر ما بعرف إذا عبعض التفييات بيان قوي عبعض اللاء لأنه برجع بقلك بالصور بيعملوا فوتوشوب بس أنا شفته قوي يعني ما كان بدا هالأب خلينا نشوف هلأ أروى اللي قدمت الحفل وكان عندها إطلالتين هلأ اللي صار ما أروى أنه على السجاد الحمراء أطلت بهذا الفسطان اللي هو فسطان كتير استعراضي وإذا بدك إكسترافاجانت مثل ما دارج هلأ ريش كايب مع فسطان وأنا كتير حبيت إطلالتها على السجادة وفتكرت أنه هي رح تفوت بهالإطلالة وتقدم الحفل وخلينا نشوف صورة تانية ببين فيها الفسطان هون يعني مثلا ببين أكتر أدافي فاذرز أدافي تعجي أدافي شهر هلأ ليش أنا عقول يا ريت قدمتوا على المسرح المسرح كبير وهي المؤادة يعني هي المؤادة ما معه في غيره هي وأكيد ويسرحنها هلأ نشوف هون بالفيديو مبين أكتر هو ريش والبرق مع بعض صح ريش مع البايات خلطة أول شي لون الأبيض كتير لبقلة وبعدين هيدا إطلالة مولوكية بتسوى كانت تكون عم بتقدم فيها الحفل لأنه المسرح كبير بيحمل بيحمل وكانت بحب شوف هك فنان عم بيعمل إطلالة من ضد بالعكس مشكل شي نحنا بنروح على المنمول خاصة فنان عم بيغني وعم تعمل عم تعمل بيرفومرس حلو تعب المسرح بفستان يكون ايقونيك بس خلينا نشوف الفستان اللي قدمت فيه الحفل اللي هو هيدا ورحل عليه الفستان كمان حلو وكمان مرتب واناك كان مفروض الطلبة على الريد كاربت والأبيض تمتعنا فيه على بالنسبة لأله بعدين هذا اللون دقيق كتير لكن مع لون شعرها ومع الميك أب طبعها كان كتير قوي بقى كان كل الوقت مع الباكراوند الأورنج وراها كان قلح يعني كان كان مزعج بعض ببعض المحلات قوي يعني مع برونزاج ومع شعر ضارب على كوبر ومع ميك أب قوي وكانوا كترين لها كتير الهايلايت على وجه يعني كان فيهايلايت على خضوضة وعملين لها كارت كريز على عينيها عارفتي مزعجة هيدا درجة القضار منى الأنسب وراها كان كل الوقت على أورنج وعلى غولد بقى ما عطى كتير حلو لو ضلت بالأبيض كان أحلى للنظر وكان أنسب بما أنه هي المين هوست الوحيدة أكيد إلى جانب الممثل والموذيع وسمحنا كان ريح أكتر النظر صح صح أكيد أكيد كان ريح أكتر برجع بلك هون بيان الميك أب عادة لأنه معمول فوتوشوب بس بالفيديو ما كان هيك كان بيان أوه صح لن تخدعونا نحن هنا بس ما في لأنك أنه الفستان أسطو حلوة بس كتب فضل ما يكون على ستا يكون على كريب أكتر لأنه الكريب لو الإضاءة اشتعل ما بيعمل بشعة ستا أوقات لحظة طلعي فوق لكن كيف فوق ضارب بالإضاءة شي ومن تحت شي تاني مية بالمية ستا مزعج حتى بدلت ويسمحنا لأنه كانت ستا أبيض كانت مزعجة مع الإضاءة وبيانت الأصص اللي ممكن ما كانت تبين لو كان بدلة سوداء ستا مشكلة 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 للشباب والبنات تعدوا قد ما فيكن إلا إذا كان ستا مات بتغير الموضوع وأكيد الستا في مليون نوع مليون صنف أكيد هون تابع أقشو هون شو كيرسي في عنا كوارس في عنا كوارس للأسف غير أنه نحنا ما نبهرنا بولا إطلالة ولا إطلالة إلنا عن نواو قد ما صار في كمية إفنتات بس للأسف يعني عم بقولها شي رحمة رياض أطلت بأسوأ إطلالة يمكن بتاريخ السنتين عم بطل فيهم أنت تفجأت ما هيك ما كنت شايفت لا لا رحمة أنا ما شفت أنا شفت مقططقات بس رحمة كمان رحمة لما شفنا الأبر بارت من فوق يعني الجزء العلوي من الجاكات أنا قلت أكيد 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 لبسي فستان ما توقعت تكون جاكات طويلة وتحتها بطلون طويل واصل لبسي تحته درج وبتتذكر وقت تتمزح معك وقالك وقت تكون بطلون طويل بحق إلا السيدة تلبس درج عملتها رحمة بس يعني عيتها ما عملتها لكن لكن الكارثة يعني بدون ما أحكي واشرح للناس الناس فهمه يعني طو ماتش طو ماتش أول شي جاكات طويلة كتير عليها الكتف كتير بافي ما يلي ما يلي لا البطلون مشارحة لورا ملك عنه فستان حرامه اللي بتاخد العقل رحمة رياض ما حدا يفهمني أول شي بتاخد العقل تاني شي كيوت وبيتيت وجمالة ما بيشبه النجمات اللي هلأ يعني يعني إن كان هي وإن كان بالإست كل واحدة عندها تفرر وحلو إنه بنات من جيلهم عم بيبدعوا وعم بيعملوا نجاحات رحمة أبدا أبدا يعني بليز بليز ما بدنا ستايلست أوقات يخدهم على محلات ما بتسوى لأنه هالإطلالة ما رح ننصى بشعطها لا هلأ ولا بعدين يعني أنا إذا بدك أو تشيف تكارت هيك طلعي معي صحات أنا قلت بكمل هيك فستان ماشي الحال مع أنه ضيق كتير على الخسر لك إدام ضيقين ليا على الخسر أوكي قلنا ماشي الحال ما يلي الكم شوي اكزاجيري دراماتيك ماشي الحال بس وقتا شفت أنه جاكت مع پونتالون لا الأطلالة أبدا 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 وبعتقد ما بد حدا ناقد أو فهيم بالموضة طي يعرف الأخطاء لأنه شفت كتير ناس علقوا على السوشيال ميدي هون عم روح على بوسي شالبي و رحنا على فستان كتير قوي مشكوك شكل هيدا الفستان هو زيته اللي لبسته كيت ميدلتون ما بحفظ إذا كنت أنا وإياك سحر هي دايما جملة ديجا ما بحف إذا كنت أرويك هلأ أنا بدوري قلبي مقابلتنا دائما بقلك مئة بالمئة مئة بالمئة مئة بالمئة هلأ أنت بنحساب في واحدة جديدة شو هي ما بحرف كلمتين بقليك دائما بقليك إذا كنت أرويك وما بحف إذا كنت أرويك لأ وقعت حكينا عن كيت ميدلتون وقعت حضرة ترمير 007 الموفي No Time to Die كيت لابسة نفس الفستان جاني باكم هلأ هون طالع كتير قوي بس هو عن جد بالفيديو خلينا نشوف الفيديو منه لمعته مشهل قد قوية والشيب طبعا جسمه عن جد كان طالع حلو لكن بس كمان قوي قوي ما بقلك لا بس على القليلة على القليلة أنا بتعافش بحترم ببوسي سحر كتير بتعم الأفورت يعني تشتغل على حاله ودايما موجودة أول وحدة ودايما بتنقل الصورة وبتهتم بكل النجوم مثل بعض يعني إن كان نجم لبناني نجم خليجي نجم مصري بتركض على الكل وعن جد إنساني محبوبة أنا بحب الناس اللي هيك ما بحب الناس اللي بتفرق واللي بتعمل محسوبيات يعني بتحسيها الصغير الكبير بتحكي مع الكل وبتنقل صورة بعدها ما أنا مضطرية هلقد تكون مضبطة حالها وإز لأ عم تدفع وعم تغير فينا أوقات نحب فينا أوقات ما نحب وفينا أوقات بس ما فينا أقول أنه مضبط على جسمها على قوي البايات الدوري قوي أكيد قوي ما بدأ نكسب على الناس ولكن هون ما في أغلاط هون صار زوء شخص إذا نخنا منحب أو لا مش متل مصاير مع رحمة لي خلينا نتقل لنجمة أسمى المنوض لأنا بعشق صوتها وبعشق زبدك أغانية لأنه عندها سحر بصوتها مش طبيعي ولكن اختيار هيدا الفستان رجعنا للستان كان على الكاميرا يعني هون أدي غلط عم تشوف الصورة رح أقرب لك ولكن على الكاميرا كان غلط 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 كتير ليش لأنه الكيب كان حرير أسود والقماشي الستان نيلي شو صار ركزنا ضغري على الستان وبس ضربت الكاميرا عليها بيّن الدفو طبع الجسم وبدل ما يخبي له بيّنها أبدا أبدا ما حلو الجسم ويارات هاد الفزان كان كله أسود يارات ويارات كان كله حرير مش ميلة حريرة لأنه ميلة فوق كتير مهضومة لا تباد يعني كيف معمول من فوق على الصدر فوق الصدر كيف مسكر له البارتيل الكبيرة المساحة الكبيرة اللي يمكن هي ما بتحبه وكونسورفاتف كتير حلو ولكن لأنه لقماشي ستان ولمعها كتير وغير لون برز الدفو أكتر يعني هي باتريك اشياء صغيرة يمكن بس بتعمل فرق كبير يعني يمكن إذا حد عم يسمع بيقول طيب ما هولي اشياء صغيرة ايه اشياء صغيرة بس بيعملوا فرق كبير خاصة الكاميرا باللايف صحار ما بتعفي من وين الكاميرا بتجيك مش مسجل وعم بينعمل المونتاج يعني فيه أوقات كانوا عم بيقربوا كتير على النجوم على التيفي الجديد الـ HD الـ High Definition البورز ببينه يعني المسام ببين يعني هل أدأي على التلفزيونات الجديدة اللي موجودة عن بعض الناس ببين التفاصيل كنتش في التفاصيل الزغيرة صح صح رح نروح عند الممثلة الراكية هودا حسين وبدي أقول صحيح هذا الفصان شك ما فوق لتحبس من أفضل إطلالات كحدة مناسب لعمرة شكل جسم طالع كتير حلو فكرة الكمام كتير حلوة وبدأ هنيع أنه على القليلة على القليلة عارفة تختار شي مناسب لعمرة وعلى جسم بغض النظر فيه ناس أنت مثلا صحر ما بتحب الشك ولكن هون الشك مرتب وفخم ومنه تشيب وعلى قليلة لون غامق أكيد الحلقة كان فيها تستغنى عنهم مية بالمية لأنه لك أدي كبار الحلقة مجرب أنا أكبر تفرجيك هون مش حلقة هون ترية ياريت بالي هون وكتير حبيت نوعية الشك وكتير حبيت من فوق عليها أدي جي حلو ومصلح لجسمها وبرز لشك من الصدر بس هيدا اي لاين ما نصحة من تحت لحصتي صح ما نصحة ليه؟ لأنه الخياطة طبعه تقيلة بلس قصة التنورة مع شكل تقيل ما عم بيتماوج يعني عم بيزبط له زبدك المشي طبعه الجسم طبعه الكمام عطه روية لكتير وما كتير ما نشوف هده الحسين عم تتسلم جوائز بس أنا صراحة ما كتير كنت انتبه له جبرتنا انتبه له لأنه فستانة مرتب وعليك باتريك لأنني أعتبر ذات الفستان بس بلا ما يكون لما يكون كله معهولة الحلق كان مرأة لأنني أعتبر كله أسود فيك كله أسود بس معهولة الحلق بس أسود بورنج أسود بورنج بعدين فيها كمان مثلا الصدر يكون شك تحت ناشف ينقصم الفستان صح بس هيك ما بيقصف لما بيقصف لما بيصم لأنه لأنه أي لين ورح تكون لابسة لكي شو حلو لكي مرتب فستان مرتب هلأ فيها ست شوفه تقول أنا ما بحب الشك هيدا شي بيرش على قلب وبرافو أنه نقت لون غامق لأنه لو لقته باج كان عطى أم عروس ستايل هم عرفت يعني لو نقت باج أو لون مثلا البينك ما كان عطى حلو هيدا اللون حلو وكان بيطلع حلو عليها البردو يعني البيدة كان بيطلع الأحمر حلو الأخضر الأميروت يعني الألوان الغامقة بدك كانت تركز عليها وزبطت معها أنه ركزت على لون غامق صح وكمان الشك سننا نعرف أنه عسى هيدا طريقة الشك اللاينز تلوع برج وزيد غري عرفنا حلو هو تدار معين يعودك على باترن هو بيعمل هو مخترعه مش هو مخترعه بس أنه مركز عليك اي مركز عليك اكيد اكيد وشعره كان فيه يكون شوي هيك يكون مضبوب لورا لأنه مع الملتين جاية على كتفة كان بيحمل شوي يكون ويريد مع الوقت تعمل خصل بفتح له شوي معلوم بشار طيب يطلع أحلى أفتح شوي من شعره شوي نجزة معلوه الأشعر لأ عسلة مثلا ومش من فوق ما يبلش التخصيل من فوق هيك بيعطيها رونة لأنه ما منشوفها كتير لهذا حسين على رات كاربت وبيل بالا يعني أنا شفت مرة مرتبة صح ولا لا نحكي اللي إلنا ولا علينا أكيد هايده سورة كمان هايده سورة هون كان أشعر شعره هون انت تشوف انه عن جد قد كيف مرتبة تقعبلتهم كثير عن جد قدي بالتعب ان الواحذ جاي مزبّت شعره يا لطيف وفي لك كأن 새 ولكي رحباد تخhave تخيل لو بدأ كمام واعته رويلё صراحة هون راح نروح كمان على فسطان شيك أليك أسود ما في شي وهذا الفستان لو حيال لون كان معمول كان رح يطلع حلو ليه لانه لقماشي كراب اوكي لخياطة حلوة و بلاس سهل الممتنع فيه يعبر فيك تعبري اكيد تفضلي 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 الكلمة تفضلي واو عن جد واو مثلا هيدا الفستان في حدا يقول عنه بشعر ما بعرف في حدا ما يحب يقول بورنج اي اكيد لانه اليوم مثلا لو فناني طلعت غنت بهذا الفستان ما رح يطلع حلو بينما اليوم منا ابو حمزة منا هي مؤدمة الحفل جاي عم تقدم جايزة بحق الا تكون لابسة هيك لازم تكون لابسة هيك هلأ كان بيسوا يكون لون تاني اكيد كان طلع كمان حلو يعني تخيلي لو هيدا الفستان مثل اللون اللي انت لابستي هده كان طلع حلو او لون الفوشيا الرماني اللي هلأ كتير دارج وشفنا فاشن شو بكامله معمول عند ديار من اوله لاخره فوشيا الداي كان طلع حلو كتير انا بتعرفني انا مع الالوان انا كتير بحب الالوان صح هلأكيد كان بيسوا تكون لابسة جولري احلى من هيك يعني تحط مثلا ريبي يبينوا اكتر ايه حلو اكبر اكتر مثلا تكون حتى مثلا شعره وره دينايته يبين ميلي مثلا حلو بيديه يكون فيه مثلا أخضر اميراد او ريبي او شي عقد ما تكون عقد الرأب يكون لانو هون مع هيدا الابي متحطش على قد الرأب إذا حبت بساعتها بتزغر الحلو وتحط شي على قد الرأب أو بتكبر الحلو وما بتحطشي على الرأبة وما بتحطشي على الرأبة وكان بسوى كمان تخط بروش لعنه هلأ البروش رجع دارش بس أكيد بدي يكون دائمان بدي يكون statement piece وتكسر الدنيا فيه هارفتها؟ منشوف الفيديو نعم تشوفه سوا حتى قديش بتختلف الصورة بين صورة وفيديو طح كتير ما بيبين التفاصيل ايه ما بيبين تفاصيل على طبعا نحنا هون عم نشوف الفيديو منو high resolution هون كمان بدي واجه تحيي لقالين لعنه كمان فسطانة كان كتير مرتب وكلاسي وكمان أسود يعني اثنينتهم طلعوا قدموا سحر ما لبسوا شي انو شوفونا نحنا ديفا هايدي شغلة انا بعتبر بعتبرها روكي منن يعني محلوا اليوم يلي طالع يقدم جايزة لعنه شفنا كتير ناس طلعوا قدموا جايزة ما منعرفهم يعني في كم حدا طلع انو ما بدي هلقك ما بدي هلقك انو انت طلعت قدمي جايزة ما فيك تكوني اقوى من الفنان ما فيك تتعاملي مع الحفل انو انت نجمة ما قلت انو فيك تكوني نجمة ببيتك وتعمل لبدك وفيك تروح على اعرس تقوي بس بهك حفل بتكوني كلاسي والقماش والخياطة روعة بس ما فيهم ما سيطلعوا تخيل لو منا ابو حمزة لبسة فستان ببلش هون بيخلصونيك شو كنا قلنا عنا لا حتى يعني حتى يلي ما كتير بيتابع الموضة حتى اذا ما حكي بيحس يعني اوقات بتحس العالم ما بتعبر بس بتحس بتقولك مثلا ما كانت كتير موفقة او كي لازم تلبس شي تاني بس يمكن هي ما نفيت كتير بالموضة بس بتحس انو هالشي مش ريكب على المسر صح صح مية بالمية لا انا حبيت اختياره وحبيت انو ان كان منا وان كان قلين لبسوا من عند لبانيز ديزاينرز لانو في ناس كتير عب يتنكروا لللبنانية بس يسافروا لبره مبعف شو عم بصير معن عم ينسوا يشكروا بلدن عم متل صاروا كانوا تعودوا عفكرة انو نحنا صرنا بدوباي صارت حليانة بعينهم عراسي وعيني والله انا بحب كتير لدوباي وبحب الاردن وبحب تونس والمغرب العربي بس بليز بس تسافروا تتكرموا بسوا هيك تذكروا بلدكم وبيسوا انكن ما تتنكروا يعني عم شوف كتير اشحاف بحق بلدنا فاشيت الله خلقه لانتو يحيي عم بتقلي على دينتي برافو باتريك يعني شي بزعر فاشي ايه لانو عجب هيدا الحديث بالتحديد كنا عم نحكي فيه تحت الهوى نحنا وانتو قالت انو انا زعلاني ومع حق تزعل لانو هيدا بلدنا وقد محرنا ودرنا وقد مصار فيه المرجع هون نحنا هلا فيها قبس وفيها دونس ما حال دال هاك رح ترجع لإغادات للبنان وحبات كلمة بلقيس واللي اونتونات ذكرتنا فيها وقد عمتلنا عنه بلقيس شكرت اللبنانية وفعلا إلى يعني إليك تحية كتير كبيرة بلقيس لأنه في حين اللبنانية ما تذكروا بلدهم انت تذكرت فينا وشكرت فيها صار كتير اغلاق بالحفلة اتغضينا عنها بس الاخلاق ما من اتغضى عنها يعني عايب ولك عملوا تابلو صغير شمعوا فيه انه انتوا بلشتوا بتابلو برودوي دغرا صدنا برودوي عملوا شي عن دباي وعملوا شي عن لبنان ما هيدا الميراكس بلش بلبنان بلش بلبنان يعني عشرين سنة عملتوه بلبنان عملوا شي هيك تكريم صغير هيك ضووا شوى صغيرة ماش الحال ما بصير ما حبات انا صراحة انا سنتجرى بس استلمو باتريك بوعدك انت وانتو رح نعمل شي للبنان ما ما ديزعلكم لأنت ولاأنتو تكرم معين كون يال منتابع مين بعد فيه منتابع ما بعف اذا بعد فيه سور هون عمشوف مونة ابو حمزة مع الممثل التركي وكتير هيك كتير هيك سحر دحكت انه مضل حدا ما تصور معه لأي الممثل ما دخلك ليه ما ضل حدا ولك ما ضل حدا ولك هو اكيد ببلده ما حدا مصور معه قد ما تصوروا معه وعملوه نجم النجوم ويا لطيف ووكي هو حبيناه ومات حرام بالمسلسل بالمسلسل ده كفال لا في ذاتي قلت حرام بس والله والله يمكن لو ايجي تجوليا ما كانوا عطيوه اهمية هالقاد عرفتها وكلهم ركضوا بدون يتصوروا معه وفي ممثلات لك حسيت انه انه يلا خلينا نعمل نمثل سمان ما بالدلد والله العظيم حتى فتح انستجرام وانه ما عنده كتير فولوورز يعني يمكن 200 ألف انجم نحنا هون حيلا بلوجر عنده مليون لا تعليق يلا متابع بالصوار ويصرنا بعد فيه صوار ايه مش هك اوكي لوجين عمران حبت الطل بزي سعودة وقالتها الشي باللون الأخضر والدري هلا معنا اعتراض على الألوان بس يالوجين يالوجين الحفل ما فيه تام يعني ما حدا طلب انه من الناس يجو بتام معين اوقات بيكون فيه دراس كود صحر عرفته بيكون فيه دراس كود بينطلب مثلا مثلا يراكس دور في سنة عمله حفلة قبل التسليم الجواز هذا مثلا هيدا السنة عم نهديها للبنان مثلا تنقول واجهوا كل الناس لابسين من وحي لون الأرزاء هيدا ازاي كان بيطلع حلو لو لبستو ببلد سعودية على السعودية مثلا تكون هون اجت مش بمحله وخاصة عن الوجين لا منعتب عليها لأن الوجين كل مرة بتتواجد فيها على السعودية بتكون عاملة اطلالة واو يعني هي من الناس الانيقات من الناس اللي بيلبسوا حلو من الناس اللي شعر وميك أبا دايما من الناس اللي دايما بتكون سباقة بالموضة أنا منع بقلل من الزي السعودي ولا حتى لو شفت فنانة زي لبنانة كمان كتتحول نفس الشي زي مغربة نفس الشي لأنه حسيت مش بمحله يعني انتو هون بدو باي بحفل متل ما سميتو عطر جيمية انترناسيونال معانو منو انترناسيونال اوكي انو لا بسعادة ما فيل زوم تجي ومش منو رمضان لنبلش بهذا النمط من اللي باس وما أخد شكسي على فكرة يعني انو اللون حلو وهي حضورة دائما محبب وين مكان يعني تعيبة على كلامك باتريك لكل حديث حديث فعلا هيك بالمكان يلي انت بتكون فيه بدك تلبس شو منيسب هالمكان نحنا مثلا موزيعات تخيل كل واحدة تجي لابسة فستان من هون للمسرع او تخيل اليوم لأولو امناك على الميراي تكون لابسة أنا بدلة وانت تكون لابسة فستان طويل مثلا ستوديو هل قد كان جو المورنج شو اكيد اكيد خيالي ما تجيني شينا مرة لابسة بايير ما فيه انا اخدت القرار حتى لو ما عجبك باتريك انا حلقة اللي جاي جاي فستان دهب لميع مع شفوه ديك مرة قلتلك لميع ما فيه لو شفتك بالحلو ما فيه بسردك باتريك خليل ناقد المودة انا بدي اشكر اطلالتك بدي اشكر تعبك وجهدك والاهم من هول كلهم متابعتك وزوءك لانه بتحاول تحكي بدون ما تخدج الرأي وبدون ما تزعج لنا دينينا وهذه شغلة تحسد علي اهلا سلافيك باتريك شكرا لوجودك معنا اصدقائنا المشاهدين لهون منوصل الى ختام رحلتنا الصباحية انا وزميتي باسكال كنا معكم من الصباح الباكر يعني من 8 نوص لهلا ان شاء الله هيك نكون قدم لكم المزيد من التسلي والإفادة بكرة إذا أراد بتمام ساعة 8 ونص نرجع من لكم صباح الخير توني نقول للمخرج شكرا لك أنتو أنتونات مرسي كتير لقالي كل الأكيب العامي الجانوم ما بدنا ننسى بيزعى البطر اللي حط لنا صوت وبيبطر يسمعنا وكل الأكيب العامي الفردا فردا منبوزكم الى اللقاء